السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم نملاد فيديو ورقاكم صحة جيدة وأحوال طيبة مرحبا بكم معي اليوم نقدم لكم هاد الكيكات خفافين ساهلين اقتصاديين مكونات بسيطة خليكم معي كيف ما كتشوفوا في الصورة هاد الكيكات صغيرين أو البانكيك كيجوا اقتصاديين يصلحوا القوتي أو للفطون خليكم مع المقادير نبدو على بركة الله مقادير كيف مشتوا معي بسيطة ومتواجدة في أي بيت عندنا جوج بيضات وناخدو نصف مرأة لفاسبعة كرام عندنا كاس أربعة ديال تاقيق وعندنا نصف كاس ديال سانيدة هادو هما المقادير البسيطة السهلة نبدو على بركة الله ما كي لا زيت لزبدة لحتاشي حاجة كناخدو البيض هو اللول كنديرو في الدرب الكهربائي باش تخلط لنا هاد الخالط مزيان غير هادو كجوج بيضات هما اللي كنجمعوا بهم هاد المكونات كنزيدو عليهم نصف كاس ديال سانيدة دائما العبار بكاس العنبة الخمارة غنديرو غير نصف ديالها بويتو واضعفو هاد المقادير ديرو دكسعة خمارة كاملة كيجو بنانين واقتصاديين وكيوجدو ضغياء كيعجبو الوليدات صغر وكبار وكيعمرو الكالطبلة ديال القوتي ولا الفطور وانتو مادرت غير معلقة صغيرة يعني نصف ديال للصاشي الخميرة كيف مجتمعي دبان نخطو هاد العناصر هنطحنوهم مع بضياتهم مزيان هذك البيض مع السكر حتى كيبالين هذك السكر انه داب مزيان مع البيض من بيت كنزيدو عليها الطحين كاس اورباية ديال الطحين وكنعود ونخلطوهم مزيان حتى كيت جانسو مزيان مع بعضهم كيجينا هذك الخالط فحلي الكيكا هو مطلوق شوية جاري شوية للكيكا كناخدوه كنديروه في هاد الكأس اللي خاص كيكون عندو ذاك التقب من تحت اللي كان يجينا ساهل انه نطيبو به ولما كانش عندكم هاد الكأس غد ينوريكم في اخر الفيديو بقوا معايا غد نوريكم احت طريقة ساهلة اللي غد نستغنوا بها على هاد الكأس وغد تديروه بالتقنية الاقتصادية حتى هي وساهلة خليكم معايا الاخر الفيديو غد شوفوا البديل اللي ممكن انكم تديرو به وخاك كيف مشتوا معايا الكمية القليلة كتعطينا واحد الحبات معقولين يعني لا ينكلوه ديك الساعة ما كيبقى الشيط لينا كتعطينا واحد الكمية اللي انتم مغادم تشوفوها معايا وكان اخذو ميقلات اللي كتكون عندنا مكت للصقش اللي كنديروها فوق البوطة كتسخن وكان بدو نخويو عليها هاد الخاليط كنديروه على شكل كيكات صغير ورين او لا على شكل بانكيك كل واحد شنو كيسميح اخذو انا هنطيبو في هاد المقلاع انتم مر اللي هتشوفو معايا عندي انا هدي مكت للصقش هنضيرها فوق البوطة ونخلوها حتى كتسخن وعد كنبدو نحطو فيها هاد الكيك غير بشوية حتى كنديروهم مقادين كنحاولو نجيبوهم مقادين ما بعضياتهم بشي مليغن بغلقوهم من بعد يجونا في حجم واحد ما يجوناش مفاوتين كنديرو غير على قدر هاد الشكل هاد الحجم هدا كيجينا زوين حتى في الحطة كيجي المنيدر ديالو زوين وكم قوم استمرين بحلها هكا حتى كنكمل هاد الكيميه اللي عندنا كاملة كنتمنوا بلهاد الفيديوين على اعجاب ديالكم متنسوش ليه لايك للفيديو عندما الحجم ديالهم كيفاش كيجي كنخلوهم حتى كيطيبوهم من الوجهه اللول وكنقلبوهم من الوجهه الثاني وكنخلوهم حتى كيطيبو ما كنخلوهم شي يتحمروا بزاف وكنحيدوهم ومن بعد كناخدو اللي بغيتو اللي كيكون عندكم ربو تزينو بلكون في تير او لا غير ناباج اللي غديرو في جنب ديالهم وغد نلوز ايفيلي او لا كوكا و ايفيلي ويكون مهرمج محمر كديرو في الجنب بغيتو تكتافيو انكم تحطوهم غير هاكا وتزوقوهم غير بشكلات من الفوق كيبقى لكم الاختيار ديال تزين كيف ما بغيتو دابع انتو ما بعد ما طابوا من الوجه الاول كيبلو لنا في حال هاكا كيولي الوجيه ديالهم كنقلبوهم هاكا دابرهم طايبي من بعد غد نلاقيوهم مع بضياتو من هاد اللولا قلبتها كنتمازل شوية ما طايباش غد رجحها طيب تكمل طياب ديالها انتم اللا قلبتو ها تكون بقى ما طايباش مزيان كتتخسر شكل ديالها اما اللا خليتو واحدة طابو كيجي شكيل ديالهم زوين نقي نبها وما طابو غنحيدوهم ونكملو الكمية اللي مازال عندنا اللي كنبو نخو هاد الخاليات كنحاولو ما نحركوش يدنا تبقى غير الوسط نحنا نخو الوسط هو يسيح معجنب باش كتجينا هاديك دائرة مقاددة لابقنا كنحركوش يدنا تبقى غير الوسط هو يسيح راسه حتى كيتقاددو هادوك الجوانب كتجينا هاديك الدائرة مقاددة كتجيناش معوجة اما لابقنا كنحركوش يدنا كليمنو لاسر كيجي شكيل ديالهم ما كيجيش زوين ما كيجوناش مقاددين مزيان بغيتو تديروهم في المقلات ديال سبع وجوه كتديروها فيها كتجي شكيل ديالهم حتى هوا تمام زيان دابا هانتو ما بعد ما طيبنا هاد الكيمية لعدنا كاملة انا اخذت الاسل غنديروها في الجوانب ديالهم وغن نلقيوهم مع بضياتهم وغندهنوهم هانتو ما كيفاش كنديرو لها بغيتو تحطوهم غير هاكك كتحطوهم غير هاكك بغيتو تدهنوهم من الوسط بالشوكلاة وتلاقيوهم مع بعضهم كتدهنوهم وتلاقيوهم هانتو ما شوفو شكيه ديالهم كيفاش كيجي من بيتو نزينوهم من الوجه ديالهم بخطوط ديال الشوكلاة بغيتو تديرو لهم الكوك حتى هو كيبقى لكم كيف مكتلكم الاختيار ديالكم في ديال كل واحد يزينهم باش ما بغى وبالطريقة اللي بغى هادي كتبقى غير افكار المهم هي ان العجينة اللي واحد يحتار من مقادر ديالها اللي كيكونوا مضبوطين وكتعطينا واحد الكمية ما قولة اما تزين كيبقى للاختيار اللي واحد يزينهم كيف ما بغى وانتو ما بعد ما كمنا الكمية اللي عندنا كاملة انتو ما غدا نحطاهم في حلاكة في طبيسة اللي كيبقى لكم الاختيار بعد كنديروهم بخطوط في حلاكة بالشوكلاة بغيتو تستغنوا عليها كتستغنوا عليها ولكن الوليدات ركما عارف انصار اللي شافوا الشوكلاة اي حاجة كديروهم فيها الشوكلاة كتعجبهم وكنكملوا حتى تسين كيعطيهم واحد المنيدر زوين وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الطبق ديال اليوم كنتمنوا الله انه هنا الاعجاب ديالكم وخليكم معيا غدا نشوفوا اه تقنية او لواحد الحيلة اللي ما عندوش هاد الكأس وبغي يجيبوهم بحال هكا كمقادر غادي دير هاد تقنية ديال ياخدو قنينة عوض هاد الكأس غتاخدو قنينة اللي ديال المالي كتكون صغيرة خاوية انتما تشوفوها معي في الصورة المفعول ديالها انتما كيكون كيف حلو كيف حل هادك الكأس كناخدو القرعات الماكن خويوها كنعمروها بهذاك الخالد ديال العجينة كنتقبلها هادك الرويس ديالها بواحد اه 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 قتيب ديال الشي اللي كيكون راس دياله غلط شوية وكنعمرو فيها هادك اللي جينا ومن بيتك تعطينا نفس العملية ديال الكأس اللي اختمناه به وكنتمنى لها الفيديو انا الاعجاب ديالكم من تنسوش لي لايك الفيديو وبرتجيه مع الاصدقاء ديالكم اشتركوا في القناة